موسيقى زي حضراتكو عاملين ايه كله كويس يا رب كله دايما تمام التمام طيب يا سادة مفيش انتخابات رئاسية مبكرة نعمل انتخابات رئاسية مبكرة ليه في انتخابات رئاسية طبعا احنا عندنا سنة 24 ما في انتخابات زي ما قال استاذ يا جماعة ما فيش اي فتح باب ما فيش فتح باب للترشح قبل يوم 3 ديسمبر ليه قبل يوم 3 ديسمبر ما ينفعش علشان الدستور بيقول كده دي بلد فيها دستور فيها قانون كلنا بنلتزم بالدستور كلنا نلتزم بمواد القانون المعمول بيه في البلاد طيب اللي بيطلع اشاعة زي دي خد بالك لما قال كلمة مبكرة وعاوز يوطرك يحسسك انه هناك امر ما امر قد يبيت امر يتم التخطيط ليه اصلي يمكن يكون فيه فانت تعد رايح وجاي في التفكير المشكلة الرئيسية يا جماعة ان حضراتكم بتاخدوا معلومة من على فيسبوك يعني لما جا تكلم عن الدستور اخد المعلومة من الفيسبوك ولا افتح الدستور المصري اتكلم على مادة ما فيه اي قانون اي قانون احوال شخصية او مرور ايا كان زي ما يطلع اخده من على فيسبوك ولا من القانون بالمناسبة اي مادة قانونية هتلاقيها موجودة يعني مفيش حاجة مستخبية اي مادة دستورية موجودة مفيش حاجة مستخبية اي قرار جمهوري موجود مفيش حاجة مستخبية على اي اساس القيل والقال بيفضل رايح وجاي رايح وجاي على ايه طيب واجب بس التنوية تاني مفيش اي حاجة قبل 3 ديسمبر ده واحد ما عندناش شيء مبكر ولا شيء متأخر كل حاجة بتحصل في معادها وتبقى الاستحقاقات الدستورية وتبقى لما ينص عليه القانون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا سيدي الرياضة ايه الرياضة كنا من زمان جدا جدا يعني زمان جدا ده بالنسبة لاغلبنا على الاقل بقى لنا يجي 30 سنة انا اتذكر من التسعينيات واحنا بنتكلم يمكن في الصحافة الاخ الاخ الرياضة لازم تبقى صناعة وكان يكسر النقاش على مسألة ازاي احول الرياضة لصناعة ورافد اقتصادي وازاي كمان اقدر انمي المواهب بتاعتي في اطار واضح محوكم مهيكل وفي نفس الوقت تبقى شايف قدامي هدف بعدها بشوية بدأت الناس تتكلم على ازاي مثلا على سمسل لعبي الكرة من اخواتنا الافرقة يعني دخلين في اوروبا بمنتهى القوة ومن قبلهم كان ازاي لعبي الكرة من اخواتنا في امريكا اللاتينية دخلين في كل الاندية الكبيرة اللي في العالم بمنتهى القوة بمنتهى البساطة لانه في حاجة كده اسمها ايه الكشفين سكاوتس سكاوتس بتوع الكرة دول بيجروا يلفوا بس يبقى عارف هو رايح فين لكن هو مش عارف رايح فين هيجي نيه فعلى سبيل مثاله هو كان هيجي عندنا يعمل ايه كاية القصة كلها مربوطة بانه اللاعب لما يبدأ يلعب فيه الفريق الاول بتاع النادي بتاعه فيبقى دي فرقة الاهلي خلاص دي فرقة الكبار بتاعت الاهلي فرقة الكبار بتاعت الزمال الاسماعيل المصري الاتحاد الالأولمبي حدسوا لحرج حلو؟ طيب او يلعب في المنتخب فبيلعب في ماتشاط اما اقليمية عربية دولية افريقية الى اخره فيبدأ الناس السكاوتس دول الكشفين يشوفوا بس دا الاطار هل دا كافي؟ اطلاقا لان انا عايز الموهبة بتاعتي من هو قد كده او قد كده ولد شاب ظريف لطيف رياضي شطور موهوب جن مصور في الملعب عايزه من وهو عنده 14 و 15 و 16 سنة السكاوتس دول يشوفوه طيب عدت سنين لحد ما نيجي نعمل حاجة اسمها كابيتانو ونبدأ هنا بقى مصر نبدأ نشتغل على انه لان انا عايز بقى اشوف الشبان الموهوبين في كرة القدم على سبيل المثال وانا اعتقد دي البداية يعني انها في الكرة نبدأ بقى ايه نشوف الموهوبين في السبعة وعشرين محافظة انا هخش لحد ابعد كفر ونجع وعزبة ودور على الولاد الموهوبة ده مش بس ادور عليهم ده ناخدهم واحتضنهم ورعاهم ومرنهم وزبطهم وخليهم عشرة على عشرة بس كده لا ده احنا هننسق ليه ما هو ابعد زي ما هو حاصل بحرص الحقيقة من وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الاعلامية كان الاهتمام ورعاية الموهوبين الى ابعد مدى مدى بتاع ان انا لازم اوفر له كل الدعم كل الامكانيات عشان الموهوب ده يتطور وابدى انمي في مهاراته طيب مش بس كده ابدأ انا كمان اتواصل مع الكشفين الكبار اقولوا تعالى بقى ايه انتوا جماعة بتوعوا الاندية الاوروبية الكبيرة تعالوا تفرجوا على الولاد بتوعي وبالفعل كبار كشفين اكبر اندية في اوروبا جايين على مصر باذن الله اول اغسطس الجاي قولوا ان شاء الله ومعهم مجموعة من المدربين ورؤساء قطعات الناشئين في اشهر اندية اسبانيا بارسلونا اتلاتيكو مادريد رايو فاليكانو ريال بيتس سال طافيجو وهكذا وبلد الوليد بالمناسبة جايين يشوفوا اللاعبين النجوم الموهوبين بتوع بتوع الموسم الاول من كابيتانو مصر يجو وشوفوهم على ارض الواقع ويختاروا الابرز للسفر لاسبانيا ويقضوا هناك معايشة فترة للمعايشة مع الفرق بتاعة الناشئين التابعة للاندية اللي انا كنت لسه بقول لك عليه ايه ممكن يبقى افضل واحلى وازكى واروع من كده فيما هو متعلق بكرة القدم تحديدا توجد الكشفين في القاهرة برفقة رؤساء قطعات الناشئين في هذه الاندية وكلاء اللاعبين او وكيل اللاعبين العالمي جون فيولا جاي في اطار بروتوكول التعاون اللي ما بينه وزارة الشباب والرياضة ما بين الشركة المتحدة مجموعة كبيرة شركة شوكيس برئاسة شريف حجازي الكل يستعد لانه خلال اغسطس اللي جاي هيبقى فيه عندنا بقى ايه معسكر ده شوكيس افريكا لاكتشاف او افريكا ان ميناء اللي هو ميدل ايست وشمال افريقيا نورث افريكا عشان نكتشف المواهب في كرة القدم طيب هيكتشفوهم ويشوفوا الولاد فين على ملاعب المدينة الرياضية بالعاصمة الادارية الجديدة طيب احنا هيشارك عندنا كم موهوب بقى من كابيتانو مصر خمسمائة موهوب من مصر ومختلف الدول الافريقية فتبقى مصر هي الامبرالة المظلة الجامعة للمواهب الافريقية كلها المراحل العمرية من 17 ل23 سنة طيب القائمين على هذا المشروع بيستعدوا لو مشروع كابيتانو ومصر خلق الايام الجاي بيستعدوا للاعلام بقى عن التفاصيل والموعيد بتاعت الاختبارات اللي بتاعة الموسم اللي جاي اللي هو الموسم التاني لكابيتانو مصر واللي بيتعرض على on time sport وفي نفس الوقت وهو بقى عشان هيتعرض هتلاقي يواصل نجوم المواس الموسم الاول من هذا البرنامج التدريبات اللي محطوطة وفقا للبرنامج شديد اللي الدقة زي ما يتقال شديد الحوكمة بتعبيرات اخرى علشان هاد البرنامج معمول من جانب لجنة فنية بتاعة المشروع ده يرقسها الدكتور محمود سعد اللي لي مني تحية كبيرة جدا على اللي عمل في كابيتانو مصر بصراحة وبتخصص وزارة الشباب والرياضة وطبعا بتعاونها مع الشركة المتحدة الخدمات الاعلامية سبع مراكز للتدريب في سبع محافظات مختلفة القاهرة اسكندرية اسماعيلية الغربية الشرقية الده أهلية أسيوت عشان تتعامل المعسكرات التدريبية لنجوم كابيتانو مصر عليها فيشاركوا خلال الموسم المقبل بإذن الله في دور الناشئين والقطاعات وكمان تم تخصيص الاعداد أو فريق للاعداد البدني فريق للاعداد النفسي في كل مراكز التدريب السبع اللي قلتلك عليها وده بقى إيه عشان ننمي القدرات البدنية والزهنية والنفسية يبقى اللعيب بتاعنا جاهز قول إن شاء الله للنجومية فاصل ونكمل الكلام ازاي حضراتكم محمدين ايه يا رب تكونوا بخير في ناس اختارت إنها تعيش عمرها كله علشان مبادئها علشان أفكارها وتظل مخلصة طول الوقت للمبادئ طول الوقت لهذه الأفكار طول ما هو مؤمن بهذه الفكرة أنا دايما نقول وكنا كلنا نقول كده عمنا جورج إسحاء مزي ما كنت بقول مبارح حبيب الكل حبيب الكل بالمعنى الحارق إلى الكلمة مفيش حد ما يحبوش الله يرحمه أستاذ جورج إسحاء واحد من أخلص الناس ومن ألطف الناس وعمري ما هقول كلمة كان لأنه آآ كل اللي عمله الأستاذ جورج وكل اللي قاله وكل اللي ناضل علشانه أنا أظنه هيفضل طول الوقت حي الناس والأسماء اللي زي جورج إسحاء الموت بيغيب أجسادهم فقط ويظل مناضل وحقوقي وسياسي ويظل مش بس معلم بمهنته الأصلية اللي بدأها في بداية حياته لكن كمان معلم لأجيال كبيرة ما تخرجتش من تحت إيده في المدرسة لكن اتخرجت من تحت إيده في مدرسة السياسة وفي مدرسة الإخلاص وفي مدرسة التمسك بالمبدأ وفي مدرسة التواضع المزهل التواضع اللي قد يكون بيميز الأستاذ جورج كما يميز أغلب جيله الجيل اللي مكانش بيتعامل مع الأصغر سنا ولا مع الأجيال اللي قد الأبناء ولا حتى الأحفاد باعتبرهم شوية عيال زغيرة لا أستاذ جورج اتعامل مع الكل على أن هم كبار وتعامل مع الكل على أنه أفكارهم تناقش وتعامل مع الكل مش باعتبار أنه أنا بسمعك علشان أدخل من ودن وأخرج من الودن أو أسفهم اللي أنت بتقوله على الإطلاق أستاذ جورج كان من أجمل للناس في مناقشاتهم ومن أكثر الناس تقبلا للأراء المختلفة معاه ويقعد يسمع يسمع كان نقد لازع بس كان لذاعت هذا النقد مصحوبة دائما بخف الدم مزهلة أستاذ جورج أب وأستاذ وصديق ومعلم ورفيق وعلامة كبيرة في تاريخنا الوطني وعلامة كبيرة في العمل السياسي المصري الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته ونفضل دايما بنذكرك بكل خير ويمكن لتأثير مني أنا ما كنتش موجود في الجنازة الصبح وأرجو أنه شهير جورج إسحاء يتقبل مني هذا الاعتذار بشكل شخصي لأن أستاذ جورج عندي حاجة كبيرة جدا على المستوى الشخصي مش بس على المستوى العام الله يرحمه وهو يوم صعب يوم صعب تجد فيه أنه بجانب الجنازة المهيبة الكبيرة اللي انعكست إنما تعكس حجم محبة الناس لأستاذ جورج تجد وفاة أروائي الكبير لأستاذ حمدي أبو جليل الحاصل على جائزة نجيب محفوظ والمعروف براوي البدو والصحراء الله يرحمه خلينا أخذ معنا على التليفون الدكتور يوسري عبد الله أستاذ النقد بجمعة حلوان أهلا بيك يا دكتور يوسري أهلا وسهلا أستاذ يوسري إزاي الصحة يعني في وفاة أديب مهم وكبير ومحترم يخلي أن الواحد يقول أنه هو فقيد للأدب وفقيد للرواية طبعا يعني حمد أبو جليل وفاة وخسارة فادحة لاستقافة المصرية في الحقيقة والرواية المصرية وهذا ليس كلاما إنشائيا ولا مجانيا حمد أبو جليل صاحب مشروع مختلف في مثل السرد المصري والعربي صاحب مشروع مغاير في مسيرة الرواية المصرية وليس هذا راجع مثلا إلى حصوله على جوائز مهمة من قبيل جايزة نجيب محفوظة التي تمنحها الجامعة الأمريكية ولا ترجماته ترجمت رواياته إلى عدد من اللغات الحية وبالمناسبة وهذه الترجمات وجدت صدع في بعض البلدان الأوروبية بالمناسبة يعني ليست مجرد ترجمات يعني لعشرات النسخ لكن في الحقيقة بالإضافة إلى ذلك كل إلى هذا كله فحمد أبو جليل يمتلك مشروعا خاصا به فهو لا يشبغ غيره في الحقيقة لا يستعير أصاب أحد حمد أبو جليل واحد من الذين ضفروا ما يسمى بالثقافة الشفاهية في بنية الرواية وصنع ما يسمى عضوانة هذه الثقافة الشفاهية في بنية السرد وصنع حكايات اتسمت طيلة الوقت بأنها حكايات عن هذا الهامش القصي سواء إذا كان هذا الهامش هامشا اجتماعيا كما في مثلا روايتيه المصوص متقاعدون او في الفاعل او كان هذا الهامش هامشا على المستوى الاجتماعي وعلى ايضا المستوى المكاني كما في رواياته قيام وانهيار الصادشين ايضا حمد أبو جليل رواياته تتسم بأنها ابنة جغرافيا سردية متنوعة يعني مثلا في روايته الاخير بيادة الحجرية ستجد ارتحالات في الزمان والمكان ما بين فضاءات مختلفة من فرنسا إلى القاهرة من الفيوم إلى تولوز أمكنة وبيئات مختلفة يعزز وجودها في الفضاء الروائي عالم بيتسم بالتنوع الحلاق يتسم باستنفاذ كافة الطاقات ما يسمى بالثقافة الشفاهية الخيال الشعبي لانطلاق من أساسات وقعية ما أسميته أنا برواية الذات في الحقيقة وهو متن الغوهر الابداعي الحمد أبو جليل الذي تبدو الذي تبدو حين تقرأه هو كأنك تستمع إليه في نفس الوقت وهذا واحد من النتجات حضور الثقافة الشفاهية في أعماله المختلفة أيضا هناك حالة من حالات التنوع في اللغات المستخدمة داخل روايات حمد أبو جليل هذه اللغات التي تتنوع بتنوع البيئات الاجتماعية المحكي عنها من جهة وبتنوع الشخصيات من جهة خانية وبالفضاءات التي يتجول فيها حمد أبو جليل الذي يتسم عالمه بغنى فكري ومعرفي وغنى إنساني في المقام الأول لأن في الحقيقة الهاجس الأساسي لكتابة حمد أبو جليل كشاء أن أي هاجس لأي كتابة عظيمة كان هو الإنسان الإنسان هو السؤال المركزي في أعماله هذا الإنسان الذي يتم والسخرية ولا يمكن أن ننسى هذه البنية المركزية في أعماله أعمال الحمد أبو جليل تتسم بطابع ساخر للغراية نزوه ساخر لكنها ليست سخرية مجانية بل هي السخرية الدفعة للمعنى والمنتجة للمعنى والدفعة للتأمل أضف إلى ذلك أن الموقف فضلا عن الموقف عن الرؤية الجمالية والتكنيكات التي يستخدمها حمد أبو جليل في كتابة أعماله وهي التكنيكات في كثير منها تنتمي إلى عوالم بعد الحداثة أو البصد مودرنز على المستوى الموقف الفكري كانت هذه الروايات تتسم بجسارة كبيرة وبطرح مستنير ومسألة لكل التصورات الجهزة عن الحياة وعن العالم طب تعتقد دكتور يوسري يعني حوني الله يرحمه يا رب يعني بالتعبير بتاعنا تخطف يعني احنا في الناية خالص نتكلم على ما تم بل 56 سنة ويمكن بالعمر القصير إلا أنه كان مشروعه شديد القوة أو مشروعه الأدب شديد القوة شديد الثراء تعتقد أنه هو أتم مشروعه ده تعتقد أنه هو ماهد الطريق لمدرسة طبعا على فكرة أولا أنا بحييت على هذا السؤال في الحقيقة وده يعني أنا حاولت أن أنا طبعا أقدم الخطاب المعتد مني خطاب موضوعي لكن أنت بتجررنا لمنطقة كمان إنسانية لأن حمد أبو جلال كان صديقة واحد من أصدقاء المقربين وحمد أبو جلال في الحقيقة طبعا عنده تأثير كبير في الأجالة الجديدة وأنا متابع لمشهد طبعا للسرد المصري والعربي على الأقل في العشرين سنة الأخيرة لأ حمد أبو جلال كان مؤثر طبعا وانا أشوف ده كثير في الندوات وفي اللي بنعقدها وفي المؤتمرات الأدبية وفي أيضا في مصارات الكتابة خاصة أنه أشتغل بالصحافة وكان عنده تجربة مميزة في بعض الأماكن الصحفية أو المؤسسات الصحفية فطبعا حمد الحقيقة كان مؤثرا في هذا المصار وهذا من أما فكرة طبعا تعرف أن الموت الحقيقة الوحيدة في العالم يعني كما نقول وطبعا يعني أنا أعتقد النهار ده حتى لو شفت وأكيد أنت حضرتك تبعت صفحات المثقفين هتجد أن في حالة حزن حقيقي يعني وحزن صادق ده جزء على فكرة من تكوين ويعني حمد بقول أن أهم الشيء بيميزه على المستوى الإنساني هو رحبت الشديدة وأنه كان شخص سمح يعني وحب الجميع ويدعوك لمحبة الجميع ودي مسألة أنا بعتقد أن قيمة المحبة هي واحدة من القائمة العظيمة اللي احنا طول الوقت محتاجين أن احنا نبحث عنها ونحب الأشخاص اللي هم بيمثلوهم صحيح أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور يوسري ويعني زي ما نقول كده المصاب مصابنا يعني فنحن نعزي أنفسنا الله يرحمه كل الشكر لك الدكتور يوسري عبد الله أستاذ النقد بجامعة حلوان ودي حقيقة بالمناسبة الله يرحمه يا رب حمدي هو كان أديب كبير صغير السن عميق التجربة واسع التأثير وهو كمان تجربة إنسانية متكاملة يعني الله يرحمه الله يرحمه شيء بيبقى محزن جدا إنك تجد أصدقاء أو رفاق و قدك يعني جيلك يعني ما وبعدين يروح ومن مش عارف الحاجات دي بتبقى صادمة جدا للبني آدم خصوصا لما تجد نفسك إنك انت بتعزي أو بتتقبل العزاق في أصدقاء أو أبناء نفس الجيل يعني احنا ظهر عجزنا الله أعلم أو يمكن الموت مستعجل حبتهم على كل تعال أخذكوا على المباراة الأهلي والوداد المغربي بتتلاعب طبعا هناك في سيد محمد الخمس في المغرب انتو عارفين أنا زمالكاوي صح؟ أنا تقلي لو داد واحد صفر أنا فعلا زعلان وفعلا مخدود وفعلا مستاء والله العظيم أنا فعلا مستاء تعالوا ناخد معانا زميلنا باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري من مركز شباب الجزيرة قولي بقى إيه اللي بيحصل زيك الأول بس حكيلي إيه اللي بيحصل يوسف مساء الخير ومساء الخيرة على كل المشاهدين الكرام احنا هنا في مركز شباب الجزيرة على بعض خطوات من معقل نادي الأهلي نستلهم نروحه واحنا موجودين هنا بينما هو في كازابلانك الدر البيضاء تجري المباراة الآن بينه وبين الوداد المغربي قبل ما نقل pi Вот الأجواء اللي موجودة هنا اه اعتنص الوداد هدف ضد النادي الأهلي منذ قليل الشيء الرائع والجميل والمبهج ان جماهير النادي الأهلي الموجودة فيه الاستاذ هناك بينما دخل هذا الهدف يعني اشتعلوا حماسا أكثر كأنما الاهلي هو الذي أدخل الهدف ذلك عشان روح النادي الأهلي دائما تطغى على أي نتيجة والنادي الأهلي وفريق الكرة بالنادي الأهلي نائما يلعب على قلب رجل واحد ويلعب على أساس أن المباراة بين كر وفر هي معركة ولا تحسن بالضربات العادية ولكن حتى آخر دقيقة في عمر المباراة يقاتل النادي الأهلي بشراسة هرجع للأجواء الموجودة هنا في نادي أو مركز شباب الجزيرة الناس من قبل بداية المباراة بأكتر من ساعتين وهم يتزحموا على من يحجز المقعد الأول أو الصفوف الأولى حتى يتابعا كثب المباراة تم إجراء بعض اللقاءات مع بعض من الحضور والذي أعجبني بشدة منهم من ذكر بأنه زملكاوي وأنه يتابع الترسنة وأنه له انتماءات أخرى ولكن هو موجود اليوم لسبب واحد أن النادي الأهلي هو مصر النادي الأهلي دلوقتي في هذه المباراة يمثل مصر فهو بمثابة منتخب مصر يمثلها في مباراة هي مباراة عربية عربية على بطولة أفريقيا ولكن يتمنى بعودة هذه البطولة والجميع يشجع من قلبه والجميع مع كل هجمة للنادي الأهلي يعني تحتبس الأنفاس وتتصاعد دقات القلوب ابتهاجا مرة بهجمة للأهلي ويعني صبرا على هجمة للوداد والجميع يعني يتمنى والجميع يرجو والجميع يأمل ويثق في قدرة النادي الأهلي أن يعد المصار المباراة حتى اللحظات الأخيرة وهو ليس بالأمر الجديد على النادي الأهلي أن يحسم المباراة لصالحه ولو هنتكلم بلغة الأرقام فما يقاتل عليه الوداد النهاردة هو تحصيل البطولة الرابعة في تاريخه لو قدر له أن يفوز بهذه المباراة بينما الأهلي حقق عشرة انتصارات سابقة وهو على أعتاب البطولة الأقدار بيضر شمانها بس ده مما لا شك فيه يعني لكن بص الأهلي لازم يكسب أنا زملكوي أتيل بس الأهلي لازم يكسب خليني الأول أشكرك بسم جدا 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 على يعني مدخلتك معنا وأشكرك أكتر على أنك ذكرت أن فيه زملكوية وفيه ترسانوية وغيره موجودين عندكم في مركز شباب الجزيرة وبرده بيتابعوا المباراة وبرده بيشجعوا الأهلي من قلوبهم بصوا يا جماعة أنا مش عارف نقدر نوصلها إزاي للفرقة فرقة الأهلي هناك بأي شكل من الأشكال وصلوهم في الاستراحة مصر كلها بإذن الله وراكم أي حد بيحب الرياضة أي حد بيحب كرة القدم أي حد فاهم يعني إيه رياضة صح أنا متأكد أنه هينسى تماما بقى أهلاوي زملكوي اسماع اللاوي إحنا النهاردة بنشجع الأهلي ولازم نعرف الفرقة إن إحنا بنشجع الفرقة بتاعتنا وإن فرقتنا بتمثل الكرة المصري هناك وإن إحنا عايزين بالطول بالعرض يكسبوا ويجيبوا فارق نتيجة كبير ويرجعوا لنا زي الفل ونستقبلهم في المطار بأكليل الورود وأقواص النصر كمان ومش أقل منها وقدها وقدود وبيب بيب أهلي مش عايزة ملكوي بيب بيب أهلي نزلونا صورة الأهلي هنا إنفع؟ نفعش نزلو صورة الأهلي؟ بلوكو إيه؟ سأنا عارف ليه يا زملاء عديدين زملكوي إذا حالاتي جماعة أنا أتمنى أحلم لأن أشوف صورة الأهلي هنا دلوقتي ويا سلام سلم لو إنه أي حد من البعثة بتاعتنا اللي مسافرة في المغرب فليكن كريم رمزي ولا حاجة يعني ياخد الصورة كده وهي نزلة في البرنامج ويوريهم لهم بصوا مزيع زملكوي وبرنامج مصري إنسى بقى البرنامج ده لا برنامج الأهلي ولا برنامج الزمالك ده برنامج التساع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري بنشجع الأهلي بنقول لهم إلى الأمامة أهلوية وارجعوا لنا تلاتة واحد بإذن الله زيكوا يا جماعة عاملين إيه كله تمام طيب في ناس من بعض الزملاء يعني مش هقول طبعا زملكوي متشددين حابتين قولي يا عم أنت تشجع الأهلي واصل الأهلي كده هيضيف لرصيد بطولاته طيب ما يضيف بص أنا تعلمت حاجة في حياتي منه أنا قد كده أنا ملومش الشطر على شطرته يا كده عين لا الشطر أنا أبقى أشطر منه لك أنا لومه على شطرته ده حاجة غريبة جدا والسلوك الحقيقة عمري في حياتي ما فهمت أعسى يقول لك إيه إذا قد بيطلع الأول على الدفع شمعنا 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 أنت مزاكرتش مطلعتش لأول على الدفع زجعتش زيه هو زاكر أكتر هو بزل مجهود أكتر طب الأهلي بياخد بطلات أكتر مننا أنا بقول لك أنا زمالكوي زمالكوي يعني بياخد بطلات أكتر مني والله يديبز المجهود بينظم نفسه ده بمنطقة البساطة الشطارة أنا عديه مش هقول لك بقى زي أعديه أتمنى أنا كزمالكوي أتمنى لكن في الحالة دي أهلي بيلعب مع الوداد المغرب يالله بيلعب مع مصلاح مش مصلاح بتاعنا في ليفر بول افرد الأهلي لعب ماتش مع ليفر بول انت تتخال هشجع مين هشجع الأهلي هتقولي طب ومو صلاح هقولك أنا بحبه وفخور بيه وسعيد جداً باللي بيعمله وبزكاءه وبتطوره وبنجميته وبطلطه تتشود ما شاء الله عليه لكن هتقولي الأهلي بيلعب مع ليفر بول هشجع مين هشجع الأهلي يلعب بقى مع الوداد يلعب مع أتلاتي كومدريد هشجع الأهلي نادي طيب لو ما كانش الأهلي الإسماعيل هشجع الإسماعيل الترسال هشجع الترسال السك الحديد هشجع السك الحديد ده اللي أنا فهمه طيب مهم أرجوكو أرجوكو تعالوا بالراحة كده وبالمنطق وبالمحبة نهساند الأهلي النهاردة قدر استطاعتنا ونوصله كلنا أصواتنا إنه إحنا وراء بإذن الله ويرجع بالبطولة بإذن ربنا سبحانه وتعالى تعالى أخذك على حاجة مهمة جداً مصر يمكن إمكانياتنا مادياً على الأقل خلال كام سنة دول طبعاً سابقهم كانت المسألة مختلفة لكن هرجع أقولك إحنا بنشتغل في كل حاجة مصر مصر بتشتغل في كل حاجة عده بتشتغل في كل حاجة يعني دايماً أقول لك كده ما فيش حاجة ما تدقش فيها مصمار كل حاجة بيتم العمل عليها بما فيها الرعاية الصحية ده على سبيل المثال ولا الحصر طيب الرئيس سبق وقال حاجة لطيفة جداً قال علشان أقدر أتخطى العائق المادي بتاعي أن أقدر أبني عدد ضخم من المستشفات زي ما بنحلم وأقدر أنه أنا قدر الاستطاعة أوفر كل الإمكانات المادية سواء إذا كان لقطاع الطبي أنا أتكلم على الدكاترة والتمريد وكل اللي عاملين في هذا القطاع وفي نفس الوقت أبني وفي نفس الوقت أحط أجهزة وأتغلب على ده بإيه أتغلب على ده بالأفكار فاتعملت مبادرات صحية كثيرة وكلها بأمر الله سبحانه وتعالى ده واحد وتوفيقه في إنه نشتغلها مظبوط الحمد لله بتنجح وبتحقق حاجات كبيرة وزي ما كنا بنقول هي كام يوم كده وهتلاقونا بنحتفل بإن مصر خالية من فيروسية طيب تعالى نشوف الوزارة الصحة اليومين دول بتعمل إيه وزارة الصحة بتقول يا جماعة إحنا بنطلق أول مرحلة من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطنية حلو؟ ده كده بشكل عام عندنا المبادرة متعلقة بالسيدات تحديدا خلوني أفهم أكتر من دكتور نيرفانا حسين رئيس قسم علاج الأورام بكلية الطب جامعة حلوان وهي مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية لمكافحة الأورام أهلا بك يا دكتور نيرفانا أهلا بحضرتك إزاي الصحة كله تمام؟ كله تمام الحمد لله دكتور نيرفانا عايز أعرف أكتر على هذه المبادرة وهنعمل فيها إيه؟ وهتشتغل إزاي؟ هي المبادرة بتوجيهات رئاسية وطبعا بدعم جديد من دكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أن يبقى فيه مبادرة رئاسية لإفتشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية فالنهاردة بالفعل بدأنا انطلاق المبادرة الرئاسية لإفتشف المبكر وعلاج أربع أنواع من الأورام أورام الرئة سرطان الرئة، سرطان عنق الرحم، سرطان الفستاتة، سرطان القولون المطلوب من المواطنين أو المبادرة بتبدأ بملك المواطن بيملأ استبيان الاستبيان داخل بيبقى فيه أسئلة وبناء على الأسئلة الموجودة دي بيتم اختيار المواطنين والمستهدفين بالإجراء الفحص اللي بعد كده سواء كان تحليل دلالات أورام، سواء كان تحليل براث سواء كان أشاعة مقطعية على حسب النتائج الاستبيان معاك يا دكتور وبناء على نتائج الاستبيان زي ما قلت لحضرتك بيتوجه إلى الخطوة اللي بعدها لو طلعت الخطوة اللي بعدها لتحليل دلالات الأورام التياسي اي او تحليل البراز او الأسعى المقطعية او مسحة عنق الرحل فيهم مشكلة بيروح بعد كده من فحص الأدق في مستشفى أكتر تخصص لو تم بالفعل التشخيف بوجود أي نوع من أنواع هذه الفرصونات بيتم العرض على لجنة متعددة التخصصات لوضع الخطوة العلاجية عظيم جدا طيب أنا متذكرة دكتور حضرتك نورتينا وشرفتينا في فبراير صح؟ بزر بزر واتكلمنا على مسألة مدى وعي الدولة بخطورة الأورام وما إلى ذلك والنهاردة احنا بنتكلم على هذه المبادرة ومرحلها الأولى وازاي نفيه اهتمام حقيقي بيها طيب المبادرة دي احنا هنعمل الكشف المبكر وهيتعمل التشخيص إلى آخره أنا هذهب إلى مسألة أنه العلاج وعلاج النوع ده من الأمراض باهض السمن هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ المبادرة هي اكتشاف مبكر وعلاج يعني مش بس اكتشاف مبكر ده أنا بشتغل كمان على العلاج بالضبط كده دي توجيهات رئاسية بإن لأن المرض تكلفة عالية ولأن البروتوكولات بتتجدد يوميا فزي ما قلت الحضرية كده بيتم تشخيصه برساعل بيتم عرضه على لجنة متعبدة التخصصات وبناء عليه بيتم علاجه ضمن المبادرة على نفقة الدولة تماما طيب ده كويس خالص لو افترضنا أنه فلان الفلاني أو فلانة الفلانية لديها هذا المرض طب تعمل إيه علشان تبقى تحت مظلة المبادرة أو يعمل إيه عشان تروق تلة الاستبيان يعني فيه من الأسئلة بتاعت الاستبيان إذا كان مشخص بالفعل فتتوجه إلى عرب وحدة صحية لملء الاستبيان لأن بناء عليه لو هي يتم تشخيصها بالفعل بيتم توجيهها إلى أحد المراكز سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستواتي الجامعية الأكثر تخصصية للعلاج طب هايل جدا هل الموضوع بياخد وقت يا دكتور نيرفانا؟ المواطن إذا يعني الخطوة اللي وراها هو بيتسلم كارثة للمبادرة يبقى فيه المكان اللي يتوجه فيه ويتوجه إنت في لاحظة الاستبيان يعني ده سيستم ده هي زي منصة إلكترونية يتم تحديد الوقت والمعاد في نفس الوقت اللي بيتميلي فيه الاستبيان والله دي حاجة عظيمة جدا أنا بشكورك جدا يا دكتور بجد يعني على مسألة السرعة الدقة إلى آخره ونتمنى أنه زي ما رئيس قال لنا نحتفل في يوم من الأيام بخلو مصر من فيروس سي وهو يوم قريب زي ما قال فخامة الرئيس أعلم جيدا أنه ما فيش حاجة اسمها مكان يبقى خالي من الأورام السرطانية لكن أن احنا نوصل إلى الحد الأدنى قدر الاستطاعة وربنا يا رب يشفي ويعفي عن الجميع كل الشكر دكتور نيرفانا حسين رئيس قسم علاج الأورام بكلية الطب جامعة حلوان ومقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية لمكافحة الأورام بعد شر على الجميع لو في حاجة أرجوك توجه أو توجهي لمال الاستبيان علشان على طول نلحق وعلى طول بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب الشفا استأذنكم في فاصل ونرجع نكمل الكلام المؤتمر السنادي بالإضافة للمجاح اللي كان موجود في السنة المفاتد يمكن شجعنا وشجع الشركات الأوروبية اللي احنا بالمتسلة والأمريكية إن احنا نكبر حتى التواجد بتاعنا وتقدمنا السنادي بالتكنولوجيا أعلى أو آخر تكنولوجيا موجودة وده شجع الشركات إن احنا نبتدي نتنقش معهم بخصوص إمكانية إن احنا نبتدي موضوع التجميع كمرحلة أولية لبعض المنتجات هنا في مصر النهاردة مؤتمر المتكلمين النهاردة بتاع هيئة شراء الموحد أفريكا هلتس إكس كون تحترعات وتشريف السادسة الجمهورية وضح بشكل كبير جدا الخطوة لمصر النهاردة متبنياها من صناعة دواء قوية جدا من خلال هيئة شراء الموحد ومن خلال هيئة الدواء المصرية بفي مبادرات للتنمية ويقدم المشاركة مع أفريقيا المفتاحة لأفريقيا مصر تكون بوابة ومهد للتصنيع الدوائي في أفريقيا من خلال حاجتين الحاجة الأولانية هي نقل الدواء لأفريقيا من خلال المصانع المصرية الحمد لله وشكر لله عندنا النهاردة قاعدة صناعية مصرية كبيرة بتغطي تقريبا 92% من احتياجات الأسواق المصرية من الوحدات المباعة وعندنا خدرة صناعية كبيرة جدا من خلال أكتر من 174 مصنع فالنهاردة هيئة الشراء الموحد من خلال الشراكة مع مجموعة من الدول الأفريقية الكتيرة من خلال توجهات السيد الرئيس أن احنا نبدأ نتجه لأفريقيا عشان نبدأ نوصل لهم الأدوية ذات الجودة العالية واللي بيتم المرأبة عليها من خلال هيئة الدواء المصرية مجال صناعة الدواء في مصر نعتبر أن نحن عندنا ميزة تنفسية كبيرة ونقدر بها أن نساعد دول كتير في القرى الأفريقية القرى الأفريقية عندها مشاكل كتير في الرعاية الصحية في الأمراض المزمنة والأمراض المتوطنة ويمكن التجربة المصرية كمان في تحسين الرعاية الصحية لأمراض كتيرة يعني مثلا لو أخذنا المبادرة الرئاسية لصحة المرأة دي من الحاجات اللي غيرت شكل صحة المرأة في مصر عموما بالزد بموضوع الأورام والاكتشاف المبكر للأورام ويمكن ده كان من ضمن التوصيات المؤتمر كان في نقاشات كمان كتير قوي عن توطين صناعة الدواء في أفريقيا بالزد الصناعات الحيوية زي الأمصال وأدوية الأورام كان في نقاشات عن الاستفادة من تجربة مصر الممتازة والنجحة جدا بالنسبة للشرة الموحدة يمكن منظومة الشرة الموحدة في مصر ساعدت في ترشيد الإنفاق على المستلزمات والمستحضرات للطبي أهلاً 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 بكم مما لا شك فيه أننا نهارده أكيد هنتكلم على الحوار الوطني وتحديداً جلسة اليوم وهي مباشرة الحقوق السياسية خلوني أرحب وبشدة بالصديق العزيز الأستاذ أحمد الحمامسي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين زكاً أحمد أخبارك إيه؟ يعني حقيقي سعيد بوجودي محاضرتك دايماً يعني بتبقى حلقاتك متميزة أنا ببقى سعيد لما بشوفك جداً جداً يعني حتى أهلاً حمامسي منور لا لا بتبقى حلقاتي يعني دايماً يعني فيها معلومات كتيرة وبنقدر نطلع منها باستنتاجات كتيرة هتبقى أكثر سرقاً بوجودك واضح أنه أحمد الحمامسي من صباحية ربنا في الحوار الوطني باين جداً خليني هبدأ الأول معاك كده بما تم في جلسة الصباح يعني خليني بس نبقى طهنه هو جلسات الحوار الوطني النهاردة في المحور السياسي وهي لجنة مباشرة حقوق السياسية إحنا كنا بنتكلم النهاردة على تفرغ أعضاء مجلسة النواب والشيوخ وهي فكرة أن هل عضو مجلس النواب والشيوخ هل هو يجب أن يتفرغ تفرغ كامل يعني هو قاعد ما بنشح في حياته خير أنه هو رجل تشريع رجل نيابي أم هناك نصوص تحد من هذا المبدأ فإحنا خلينا نبدأ بنقول الدستور بتاعنا الدستور 2014 اللي هو بنص المادة 103 هو بيحظر هو بيقول كالقاتي تفرغ أعضاء مجلسة النواب والشيوخ لمهام العضوية وأن يحتفظ أعضاء المجالس بوظيفاتهم أو أعمالهم مفقا للقانون يعني أنا بتكلم على أعضاء العاملين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وخلينا نقول أن فلسفة القانون ده أو الدستور ده ده اللي كان بيميزه عن دستور 71 لأن احنا كنا بنشوف أيام دستور 71 تنازع كبير في الاختصاصات لما كنا بنلاقي وزير أو أحد رجال الدولة أو مساء في السلطة التنفيذية بيكون بالترشح للبرلمان أو أن هو يبقى عرضه مجلس نواب وبعد كده يكسب الانتخابات ويبقى عندي ممثل داخل البرلمان وهو رجل تنفيذي فالدولة بتراب نفسها إزاي فعي مارس سلطة الرقبية بأي شكل من الأشكال دي فيها تعارض واضح صحيح وده طبعا وطرقض مخيف آه طبعا تعارض شديد وعوار دستوري ويمكن دستور 21-18 تفادى المشكلة دي وحتى قنون مجلس النواب وحدك أعلم به طبعا في المادة 31 برضو حذرت على كل أبناء الدولة من العاملين بقطاع العام أو قطاع الأعمال أو قطاع الأعمال العام بأنه هو يمارسه هذا النشاط أثناء عضوياته وأنه هو لازم يتفرغ لعضوياته بمجلس النواب وده منطقي أنا هحاسب الوزير بتاعي إزاي لو أنا موجود في أي من الوزارات هحاسب الوزير بتاعي وأنا في نفس الوقت تحت إيده ما دي برضو مش منطقية إنه لا يجب أن يكون هناك تعارض وإلا أصبحنا وقعين تحت طائلة العوار الدستوري ده صحيح بس خليني بس قبل ما ندخل في الحتة دي يعني حابب بس وضع لحدك أنه حتى المحكمة القضاية الإدارية أو الإدارية العليا هي بتتصدى لوحدها لمحاولة دخول أي عضو أو الترشح للنقابات يعني أنا حتى عندي الهيات القضائية بتتصدى لمثل هذه الأعمال عشان يقدر يحافظ على القانون والدستور سواء نصوص المواد المذكورة في قانون مجلس النواب أو الدستور زي ما قلت أحداك في المادة 103 من الدستور وده اللي بميزة عن دستور 71 بس إحنا لو بنتكلم على المساحة زي ما أنا كنت بقول لحداك حتى قبل الحلقة قبل ما نطلع على الهوى هو الإباحة فإذا أنا لو ما عنديش نص بيمنع وجود شخص معين أو عمل مهنة معينة أثناء عضويته فهي جوز وده كان النقاش فيه جلسات إحوار اليوم وتبادل بقى الرؤى والأفكار زي ما حداك عارف الإحوار ده يعني الحوار الوطني موجود عشان نقدر نتبدل الأفكار مش نتخانق بنسمع بعض طبعا واللي عنده حاجة بيقنق التاني بيها عشان نبقى بطريقة سلسة أنا النهاردة لو أنا بشتغل محامي بشتغل طبيب إيه اللي يمنعني من مباشرتي لهذا العمل أثناء عضويته مجلس النواب أنا ما عنديش نص ما عنديش نص يمنع ذلك أنا النص واضح قطاع العام قطاع الأعمال العام النص واضح لأنه من الطبيعي زي ما قلنا إن أنا ما يفعلش أشتغل في هيكل يرقص ووزير يسأل أمام مجلس النواب بس لو أنا بشتغل طبيب أو بشتغل محامي أو بشتغل مهندس أو بشتغل محاسب إيه اللي يمنع إيه التعارض في إن أنا بشتغل مهنة هو أولاً الحق الدستوري في العمل هو حق مكفور للجميع طبعاً يعني أنا ما عنديش نص دستوري بيمنعني أنا كان شخص روحي نتكلم قانون يعني مش كلام بدون الاستناد للمواد القانون أو الدستور أنا ما عنديش نص في الدستور بيمنع المهنة القطاع الخاصة أو المهنة الحرة من هو يعمل عمله أثناء عضويته مجلس النواب ومن هنا فيه واجهة للمادة الدستورية فأنها فتحت أو أباحت ذلك لأنه في النهاية هو لا يوجد أي تعارض التعارض الوحيد اللي هيحصل لو أنا موجود جوا الجهاز التنفيذي أي إن أنا بشتغل في الحكومة فقط لغير طيب إيه تاني من نقاط النقاش يعني أنا لاحظت إنه فيه بعض من الموجودين كانوا بيتكلموا على مسألة زيادة عدد أعضاء المجلسين البعض يؤيد والبعض لا يؤيد زيادة الأعداد وهنا هفكر معاك بصوط عالي ليه ممكن يبقى حد عاوز يزود الأعداد أكتر من اللي هي موجودة عليه هقول لحضرتك هو يعني إحنا عشان نختص الموضوع ده بالنصوص إحنا عندنا 2020 مجلس النواب عدل للدوائر الانتخابية فأصبحت 143 دائرة انتخابية بدل من 205 دائرة انتخابية فبالتالي أنا عندي الدوائر قلت فبالتالي عدد النواب بتوانا أو اللي يتم القيام بالترشح لمجلسي النواب والشيوخ العدد قال بس أنا عندي زيادة في الرقعة الجغرافية من مدن جديدة عندي عاصمة إدارية جديدة عندي دميات الجديدة عندي العالمين الجديدة عندي مدن جديدة جاية في الطريق فدي هتشكل ضغط إن أنا محتاج نواب لتلك المدن ماشي أنا عندي زيادة سكانية مهولة إحنا لو بنتكلم على الدخول في انتخابات أو مجلس نواب 2020 وكانت وكانت إعداد السكان ساعتها 95 مليون هم نتكلم أن أرضف 105 مليون زيادة كبيرة جدا من المتصور والمتوقع أن الانتخابات اللي جاء تبقى 115 مليون فمن الطبيعي إن أنا أطلب زيادة العدد اللي موجود في المجالس عشان يقدر يقوم بدور رقابي أكتر دور تأشياء أكتر دور خدم وحنرجع لمقضة دور خدمي ده لإنه بيتعرض شوية يعني فكرة المجلس المحلية اللي احنا بننادي به والمجلس النواب على طول بننادي به فالناس بتقول لأ احنا محتاجين عدد أكبر عندنا زي الوادي الجديد احنا بنتكلم في رقعة جغرافية تقريبا 455 455 في المئة من مصر بنتكلم في كم نائد فهو احنا هنا بقى لازم نرجع المعيار بتاع المساحة الجغرافية وعدد السكان اللي اتنين مع بعض لأنه مثلا الوادي الجديد عندي رقعة كبيرة جدا مع عدد صغر جدا بس ما بين المنطقة والمنطقة بتاع 300 كيلو فأنا محتاج اغطي الكلام ده بنواب ايضا بقى بالرجوع لنصوص الدستور الدستور بيقول ايه خلينا نرجع لدستورنا لأنه هو الحاكم والفايصل بيني وبين اي حد في النقاش انا عندي مادة مية واثنين ومتين وخمسين من الدستور المصري 2019 اللي هو المستحدث بيقول ايه بيحدد الحد الأدنى من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ الحد الأدنى اذا يجوز للزيادة انا معديش حد أقصى معديش مانق دستوري لو انا هاخد دلوقتي مثلا ارتدي قبعة الطرف الآخر اللي هيختلف مع ده هرجع اقول لك طيب وهو اعضاء مجلس النواب في الولايات المتحدة الامريكية اقل من عدد اعضاء مجلس النواب عندي في مصر انا عندي هنا مية وخمسة مليون بني ادم وامريكا تتفوق على بالضبط 350 مليون بني ادم انا عندي مصر كلها قد تكون بحجم ولاية او ولايتين من امريكا فانا بالنسبة لهذا الجانب او هذا الرأي لا هي المسألة ما هياش المعيار المساح ولا المعيار التعداد لان انا في النهاية خالص نائب رقابة وتشريع خدمات يبقى محليات على طول يعني ده كان من ضمن موضوعات الحوار الوطن اللي حداك قلتو ده هو فعلا يعني انا لو قارنت من الولايات المتحدة برازيل مثلا احنا عندنا برازيل رقعة ضخمة جدا بعدد نواب بسيط جدا هرجع بقى اللي حداك قلتو وختمت بيه يعني قول حضرتك وهو انا ما عنديش محليات ما عنديش فانا يعني احنا كنا بالنطالب ودايما السادة النواب بيكلمه بفكرة ان لازم يتم الانطلاق والدخول في مرحلة انتخابات المحليات صح عشان النائب يتفرغ لعمله وهو الرقابي والتشريعي فكرة ان النائب خدمي خلينا بس نبعطيين ان فكرة الخدمية دي هو هو سيله بلدنا زي ما بيقول هو عرف يعني معروف ان النائب الناس بتتلمح حواليه وبعد ايذن اتكلمنا للوزير المحافظ مفيش مشكلة ان هو يمارس يمارس دور مفيش قسم ان هو مارس دور خدم مفيش خلاص مش قسم بس انا في غياب المحليات اصبح النائب مسؤول ان هو يروح عزة وفرح ويخدم ويسفل الطرق ويبني مباني ويرمم جامع ويبتدي يعني يدخل في مراحل ان هو يباشر عمله مع السادة الوزراء ويشوف هل هم مقديين وهل هم بينفزوا ما هو مطلوب منهم ولا لا كدور رقابي هو مطلوب منه كل ده فانا اصبح عندي طول ما انا عندي فراغ في الجانب المحليات فانا لازم اطالب بزيادة عدد العضاء المجلس النوا يعني حددك عضو مجلس وعندنا عضاء كتير من زمائلنا واصدقائنا في التنسيقية وغيره في البرلمان لا هو معدوم مشكلة هو مش قادر يغطي المنطقة بتاعته لان هو مطلوب منه نعمل كل حاجة لانه حجم اللي مطلوب منه وملقى على عاطقه ضخم جدا ده بسبب غياب المحليات بس هفكر برضو معك بصوتها يا حوامسي انه انا النهاردة لو عملت انتخابات المحليات واصبح اقول انتخابات خلصت واصبح في عندي المحليات باللاربعة وخمسين الف بني ادم اللي بإذن الله يكونوا موجودين فيه وقت قريب اتمنى من ربنا انا مقتنع مية في المية انه الدور الخنمي بتاع النائب مش هينقطع بوجود المحليات مرة واحدة هياخد وقت علشان اللي انت بتقوله العرف العام الناس هتروح لسيادة النائب بالوقت هتبدأ الناس تعتاد العمل مع ممثلي المحليات في اطار انه ممثلي المحليات بيعملوا دورهم تالت وامتالت لو المواطن لقى المسؤولين المحليين بيقوموا بدورهم تالت وامتالت هيبطل يرجع للنائب او بالأدق هتبقى في الحيز بتاع الحد الادنى مفيد انه النائب مطلع على مشاكل الدواير بتاعته لانه ده في الاخر خالص بيساعدوا على انه يعمل مشايا قوانين او تعديلات او يرقب الحكومة الى اخيره بس انا من الناس اللي تقول انا مش محتاجي لحدد الضخم بقدر اما انا محتاج فاعلية النائب في التشريع والرقاب هو يعني خلينا فكرة الفاعلية دي هي في كل مهنة يعني الفاعلية دي حاجة مهمة جدا ما وانا لو انا عايز النائب يبقى فاعل بدور ممتاز ويبقى زي ما بنقول عشر على عشر وانا موسكل عليه كثير من الاحمال من المن من 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 حتى زي ما حداك قلت حتى لو في محليات بلا ما نعمل اللي هو الفيز اللي هو التحول ده هتاخد برضه سنين فهو الفاعلية بتاعتكي منين ما وانا لو عايزه يبقى احسن لازم تديله مساحة ان هو يبقى احسن مش افضل اجري وراه واقول له انا عايزك تبقى احسن هو اكيد ان هو الفاعلية دي مطلوبة وعلى فكرة الفاعلية دي في ايد الناس يعني خلينا بس نبعد عن الشعارات بقى يعني فكرة الفاعلية طيب ما الفاعلية انت عندك انتخابات حرة نزيهة انزل اختار الراجل اللي انتشاف فعال محدش قال لك ما تنزلش تختار محدش قال لك تمتنع عن الزهاب للجام وانك تختار النائب اللي انت شاف انه ممكن يمثلك ما هو الناس لما هتيجي تختار هلها تختار نائب السياسة تشريع ورقابة ولا هتختار نائب الخدمة هتختار النائب الفعال ما تهربش الخدمة أنا باجه عليك شوية عشان إحنا صحاب الخدمة ولا نائب السياسة يعني رد بسيط وديبلوماسي جدا هاخد من حضرتك وهو إحنا تعوينا إنه هو حتى في حد أدنى للخدمات إحنا إحنا مش ممنعين دي إحنا مش عايزين إحنا غير برا كل دولة ليها عرفها ولها السياساتة سيظل النائب هو برضو رجل خدمي بس بالحد اللي حضرتك قلت عليه إنه إحنا نوصل للحد الأدنى إنه يبقى موجود في الحاجات الكبيرة هل ده إيه أهم حاجة أفتكر إنه هو دور تشريع ورقابي في المقام الأول لما المواطن يشوف أن النائب ده موجود في المجلس النواب بيحاسب الوزير بيحاسب رؤساء للهيئات بيباشر عمله على أكمل وجه مع دور خدمي حتى ولوه بسيط أفتكر إن الاتنين مع بعض يقدر يوصلونا للنائب فعال بالطريقة اللي إحنا من نتوقعها أو اللي الناس محتاجها طيب ألا نتخوف من إنه لو زاد عدد النواب وبالتالي زادت قدرتهم على إعطاء خدمات لأبناء الدائرة زي ما بيت قال ده هيدي حالة من حالات رخاوة الأداء في المحليات يقولك ما النواب موجودين لا خالص أولا ده دور تكاملي هو إحنا دايماً بنتكلم على التكاملية في حدثنا هو ده بيكمل ده وبعدين أنا لو عندي عضو في المحليات غير فعال يمشي في انتخابات حيبان كل حاجة بتبان بس هو تكاملي مفيش حاجة اسمها قص النائب عمل فانا ريح أو النائب يقول ده عمل فانا هو تكاملي هو أنت دور كنتم اللي اتنين بتخدموا البلد في المقام الأول وبعد كده تأتي أبناء الدائرة يعني أنت عنوانك الكبير هي مصر طبعاً أنت نظر ما تخدم دائرتك والناس في دائرتك حسنك في ظهرها ده على فكرة بيأثر على الأمن القومي يعني موضوع أكبر بكتير من أن أنا أتكلم أن أنت لا هو الأمن القومي مما الدائرة تبقى حسن أن عضو مجلس أنه يبقى عند دائرة دي وقف في ظهرات بيمثلها هتحس لأ ده أنا عندي واحد ألجأ له أتكلم معاه هتحس أنها مش لوحدها فده بيأثر على الأمن القومي إزاي ما بيقوله كده الجرعة الأمان صح والجرعة ال بيسموها يعني التفاؤل بتزيد في الدايرة فده بيخلي حالة الغضب أو حالة الارتياح أو 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 موجودة فده بيأثر على الأمن القومي فهو الفكرة هي تكملية في الأخير أنا مش معا فكرة ده لو زاد فيقدم خدمات أكتر فده يقلل ويريح لا هو تكمل أنت بتشتغلوا بعدين على فكرة هو إحنا تحدياتنا إحنا عايزين محليات ونواب وناس جامل من ريخ أو الله يعني إحنا التحديات اللي دائماً الرئيس يتكلم عليها مصر بعد الثورة في تحديات لا تنتهي ده صحيح بنحل حاجة حاطك في مجلس سورب وشايف إحنا بنحل حاجة تطلع حاجة نحل الحاجة التانية وتطلع الحاجة التالتة فهو إحنا تحدياتنا كتير إحنا زي ما الرئيس كان قال إحنا ورصنا الدولة دي صحيح سيادته ورص الدولة دي وهي ما فيهاش حاجة على الأبيض أنا نقول له إحنا خذها على الأبيض فهو إنت بتكلم إنت بتبني دولة إحنا مش بنعيدها إيه إحنا مش بنرمم إحنا بنعيد هيكل الدولة من أول جديد ورئيس قالها كذا مرة لما حتى حاول يوضح للرأي العام لما كان فيه نداءات كتيرة أو أصوات تعالت لأ تعالوا شوف إحنا ولا كهرباء ولا صرف ولا طرق ولا مرافق ولا أوتوبيسات ولا مصالح حكومية ولا تأمين صح إحنا ما عندهاش حاجة ولا مجمعات صناعية ولا أي حاجة ولا يا رجل ده على رأيه الرئيس مرة الجملة والله العظيم جون قال البلد دي كانت كهن ده صحيح هو يمكن الحديث اللي أنا أصدع ليه صحيح كهن كل حاجة كانت مش تعبانة دي تتكهن تتكهن تيجي تبص على كل حاجة تتكهن أنا أتذكر في أيام كان أكبر منك في السنة يا حبيتين أنا أتذكر الأوتوبيس اللي ميل على جنبه ده إحنا كلنا نحن أنا جيل أعرفه أوتوبيس ميل أوتوبيس جاي عامل كده أه الله العظيم عامل كده بدون مبالغة عامل كده تحديدا أنهي جنب اللي هو الجنب اللي بيطلع منه الناس وبتخرج منه مبدئيا ما كانش عندنا حاجة اسمها طالع منين ونزل منين هو كل واحد فتلاقي مثلا دي الجزء اللي بيبقى فيه السواق وده الجزء اللي فيه الأبواب فتلاقي بالضبط عامل عشان تبقى الزاوية مظبوطة عامل كده أه تحس هو الناس دي ممكن تقع لأ طيب والأوتوبيس ده ممكن يتقلب على جنبه فالناس دي تطفعص أنهي دولة في الدنيا تشوف ده وتسمح به تلاتين اربعين سنة كده عادي يعني احنا عارفين يعني هو الوضع هو الرئيس تتكلم عليها قبل كده وكان صريح فيها فهو احنا التحدات كتيرة يعني التحدات كتيرة قوي 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 فده هيشتغل وده هيشتغل وده هيشتغل ويفضلوا يشتغلوا طوله العمر لحد ما نوصل لبر الأمان احنا دهوقتي في مرحلة محترمة جدا لسه برضه قدامنا دايما الرئيس يقولك لأ لسه لسه قدامنا فهو التكملية مطلوبة التحدات كتيرة ده موجود وده موجود احنا برضه ما خلصناش حاجة لسه محتاجين فده كله مطلوب وبعدين ازهر لحدها كان الحاجة من قام بوضع الدستور هم رجال قانون وفقه في حكمة من انت تحط الحد الأدنى ولايس الحد الأقصى اكيد فيها حكمة هو كان بمطالة البساطة في المادة 102 و52 و50 من الدستور كان حط الحد الأقصى قالك والحد الأقصى لمجلس النواب كذا ومجلس الشيوخ كذا هو سابة مفتوحة ليه؟ لأنه عارف انه في مرحلة معينة لازم هتتطرق للنقطة دي بطلب زيادة الأعضاء عشان يقدروا يمرسوا المهام بتاعتهم على أكمل وجه فأنا مش شايف انه هو يعني ما هيش قزمة كبيرة ويمكن من الكلام اللي تقال في جلسات الحوار النهاردة فيه ناس تتكلموا وقالك طيب ما ده عبق على الميزانية لهو مش عبق على الميزانية لأنه في الأقصى في الآخر عمل النائب في المقام اللي هو عمل التطوعي لو بنتكلم على فلوس لا هي مش يعني احنا ما وصلناش للأرقام اللي تقول إن هي دي ميزانية ضخمة من الدكتور بقى في العيادته والمهندس يسيب شغله ما ينفعش وهكذا فهو حتى لو حتى العدد الزاد احنا نريع فيك احنا نتكلم يعني احنا النقاش نتكلم في 150 زيادة تقريبا 150 عضو زيادة 120 عضو ما نتكلمش في أرقام يعني مش نتكلم نحن وصل 5000 عضو يعني هو البرلمان الجديد في العاصمة يشيل يشيل حاجة تورخ بصراحة يعني طب أنا آخر حاجة قبل ما أختم هذه الفقرة وانا بصراحة ما بشبعش من لا من رؤيتك ولا من رؤيتك طب باشا شمعيك بعد هذا العدد من الجلسات بتاعت الحوار الوطني تشوف ازاي شكل التفاعل بتاع السياسين الموجودين مؤيدين او معارضة التفاعلات ما بينهم بدأت ازاي ووصلت الى فين واحنا بنتكلم مثلا على جلسة زي جلسة النهار ده هو على فكرة هو فيه جلسات يعني ممكن اقول ان هي فيه موضوعات اسخن من كده يعني واكثر شراسة من كده بس لو بنتكلم كنا شايفين ايه كان فيه تشكك كبير كنا سامعين كان فيه محاولة من الخارج احنا عارفين هم مين بينهو يشكك انه لأ الناس اللي في الحوار الوطني هم هم هيبقوا نفس الاشكال احنا عندنا كل الطيارات السياسية موجودة على طاولة التفاوض انت بتقول وانا بقول وكل واحد ليه نفس عدد الدقائق لزي اخوه يعني انت معارضة ليك اربع دقائق انت تابع النظام ليك اربع دقائق انت من المؤيدين ليك اربع دقائق كلكم ليكوا نفس المدة قول اللي انت عايزه بس حاول تختم طلباتك وافكارك خلواسات وتوصياتك وبكلام منطقي دستوري قانوني وعلى فكرة يعني قبل ان احداك تختم اللي ما عندوهش سند موقفه صعب طبعا انت بتقول انا عايز اتكلم السيد الرئيس الجمهورية دعا للحوار الوطن ومش يوم ولا اتنين ولا تات هنتكلم فترة يعني احنا بقى انها كم جلسة ولسه يفضل كم جلسة اسمعك وتسمعني طبعا وخلينا نتكلم لو عندك سند قانوني دستوري عندك حق في طلباتك قولها وسندها وقارضها صح بس هنتكلم كلام انها مكلمة مطلقة موضوع المكلمة هنضيع وقت وحدبان هتعرف ان انت بتطلع في حيطة فلانا تقول بس اما جيت قدام الناس قدام الناس اللي فهم انت بتقول ايه وفي احوار كبير كل كلمة انت هتقولها هتتدرس وحتبقى يعني زي ما تقول وحتتوزن هتبان هل انت بتقول كلام مكلمة لو اللي حمي تعودين قلق بنتكلم وخلاص لان حتى انا هاخد من الرئيس جملة دامن يقولك انتو بتتكلموا بس مش عارفين فانت لما هتطلع تتكلم وما انتش عارف حدبان فهتلاح حد يرد عليك لو سمحتوا اما تتكلموا ادرس خلي عندك معلومات ادرس الموضوع لاتتكلم بطلعش تقول انا كذا طب انت لما تطلع في الحوار الواتف هتقول كذا 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 لو كلامك غلط هتلاقي حد يطلع بيرد عليك بالورق والقلم وبمنتهى الادب كلام اللي حداك بتقوله غلط واحد اثنين ثلاثة حداك بتنادي بواحد اثنين ثلاثة طب انا عندي رد عليها واحد اثنين ثلاثة عندي تأثيرات على الامن القومي واحد اثنين ثلاثة عندي مؤثرات في الدستور اللي انت بتقوله ده بيعرض نص مادة في الدستور انت منتش عارفها فهو زي ما هو موضوع او حوار جميل جدا ملتقى كبير للاراء وتبادل الفكر والرؤى الان هو لدى البعض كارسة لان هو بيطلع قدامي هيكشف هيكشف حمامسي نورت وشامرستك لا انا سعيد حيب ووجد معاك والله بجد حقيقي يعني نورتنا صديق والزميل العزيز احمد الحمامسي عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين تعرفين الحكاية دي عاولة مفكرني باي زي كده اما كان يطل انا كنت اعرف حد دايما يقول كده في البرامج وكتبه مصر عليها انها خلال مش عارف عشر سنين تبني مئة ألف مدرسة موافق طب انت عارف المدرسة بتتكلف قد ايه مباني طب وتجهزات طب وجهور المدرسين والموظفين والعاملين طب والمناهج طب والتدريب طب فقول لي قبل المئة ألف مدرسة من اين وهدبرهم ازاي قول لي على المصادر اللي هاعرف اعمل بيهم المئة ألف مدرسة لكن اقول مئة ألف واجري جلنا هزر على حس الحوار الوطني خلونا نشوف تأرير لطيف جدا بالمناسبة على كواليس الحوار الوطني واخر التطورات قطار الحوار الوطني يواصل الانطلاق بص جمهورية جديدة بدأت والله ما حد هيعرف يوقف فاصل وهنكمل الكلام لا هو الجلسات اليوم مهمة جدا يعني مثلا اتكلم على المحور السياسي تحديدا من اني لابد من زيادة عدد أعضاء مجلس النواب يمكن بعض الناس بتتساءل طب انا زود العدد ليه لا هو احنا دك الامر مش بمزاجنا الدستور المصري بيتحدث على اني لابد ان يتناسب عدد أعضاء مجلس النواب مع الزيادة السكانية ويتناسب مع السكان وبالتالي احنا بنحتاج ان كلما زاد عدد السكان كلما زادت عدد أعضاء مجلس النواب النهاردة بالنقش طالت حاجات مهمة جدا في لجنة مباشره السياسية زيادة أعضاء مجلس النواب وده يعني رغم كل المفترحات اللي قدمت في الأساس مرتبط بعرض من يحق ليهم الانتخاب بعرض أصوات الناخبين سواء في النطاق الجغرافي الخاص بالديرة أو المحافظة في الحقيقة الجلستين مهمتين يهموا الرأي العام قضية تداول قانون تداول الهريات الدستور 2014 نص عليه المادة 68 نصت بوضوح شديد جدا وبات من المهم إصدار هذا القانون هذا القانون يساعد في التقدم نحو الأمام يمنع الشائعات يمنع التربص أو يعد يضع ضوابط على الأقل لمحاولات التربص التي تحيط بالدولة المصرية طبعا دي موضوعات مهمة من محاولات المحور السياسي والتفصيلية طبعا كان فيه نقاش داير حوالين عدد النواب في سواء المجلس الشوخ أو في البرلمان طبعا ده مرتبط به الزيادة السكانية اللي حصلت في مصر والمدن الجديدة ما كان فيه فلسفتين أو رؤيتين رؤية بتقول نبقى على الأعداد زي ما هي وممكن نقللها كمان لبرلمان أكثر فاعلية واللي احنا بالنسبة لنا مع زيادة بعض السكان والمدن الجديدة محتاجين نزاوي الرئيس السيسي أحدث حراك واسع في دعوته للحوال الوطني وورك الكرة في ملعب الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية أو موسيل المجتمع المدني وجعلهم كلهم أمام مسيراتهم الوطنية تجاه هذا الوطن مصر بلد كبير مصر محتاجة حياة سياسية حزبية تعددية طاليقة بصحابة أقدم حكومة كذاب التاريخ لذلك الحوال برغم أنه استمر سنة من التاجيزات التنظيمية لأنه أتس مارو النقاشات دايما بتبقى ما بين طرفي طرف يؤيد أن نزود الأعضاء وطرف يقول لا هو شايف عدد الأعضاء مناسب هو ده محور النقاش احنا في الحقيقة مع وجهة النظر اللي بتقول إحنا عايزين نزود الأعضاء مجلسي الشعب وشيوخ وده مش بنقوله من فراغ احنا بنقوله من خلال التنمية العمرانية المستدامة اللي تمت في مصر خلال السنوات السابقة العدو مجلس النواب طبعاً إنه هو يتفرغ لعدوية مجلس النواب من خلال ممارستنا للحياة السياسية والدور التشريعي اللي احنا يعني تعريباً قعدنا فيه فترة كبيرة جداً جوه المجلس أنا يعني من رأيي المتواضع إنه هو لازم عدو مجلس النواب يكون متفرغ لدائرته لإحنا الدائرة النهاردة بتعدي يعني مش الأصوات بس يعني بتكلم على عدد أعضاء عدد الناس اللي في الدائرة كلهم الحوار الوطني هو حالة يعني مجتمعية وسياسية مطلوبة وملحة وهو أيضاً يعكس ضرورة سياسية معينة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد وأيضاً أنتصور إنه اقتراب سياسي زكي جداً لأنه هيؤدي إلى أن يجمع كل أطراف العمل السياسي والاجتماعي والثقافي في مصر على مائدة واحدة وكما رأيت فإنه الأسقف عالية وبالتالي من الممكن جداً أن نخرج بمجموعة من الأفكار ومن مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير سياسي حقيقي إزاي حضراتكم عاملين إيه كله تمام يا رب تكون كل حاجة كويس مبدئياً يعني الأهلي والوداد متعادلين واحد واحد الواحد واحد دي خلاص كده يبقى إحنا جيبنا البطولة بإذن ربنا سبحانه وتعالى بقينا اتنين واحد ميت فل واربعتاشر قولوا أمين تعالي بقى نخش في الموضوع بقى منا عماد البنت اللي مصر كلها اتكلمت عنها حتى أنه الرئيس يوجه مباشرةً برعايتها الكاملة حتى تتم كل مرحلها التعليمية والأكاديمية وتخلص الكلية إن شاء الله بمنتهى التفوق منا دي بقى تربية مدام إيمان اللي ربت وكبرت ودعمت ورق حاجة يعني ما قلكوش فيبقى احنا عندنا اتنين ست مصرية وبنوتة مصرية لقلتوا طفلة ممكن تتكلني دلوقتي مش هقدر قلتوا خلاص مبوزر رائع جداً فالأول منورة يا مدام إيمان عاملة ايه؟ كل كويس؟ الحمد لله زكي ست مينة عاملون يا دكتورة أنا شكلها دكتورة اسلام عاملين ايه؟ أخباركو ايه؟ منورنا طبعاً أنا منحز ليه بقى؟ لأنه مدام إيمان طالع عندها نص دمياطي زي حالاتي أنا قلين من دمياط فدي حاجة الحاجة التانية إنه كمان مدام إيمان عندها نص دانية ده أهلاوي فأنا جدتي من ده أهلاوي شو بقلين؟ وبعدين من كفر الشي خوية بس تمام يعني ميت فولي برضو حبيبنا ودي حاجة عظيمة جداً أنا الأول قبل حقيقة حاجة من نسأل ماما الأول أنت كنت متوقعة أن الزغانطات البلية دي مصر كلها ما شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر تتكلم عنها وعن تفوقها وعن شطرتها كانت تيجي على بالك يعني الأمان؟ لا بصراحة لا بس هو ده قرب من عند ربنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله وانت أروبا بتبص بص لجنب عينها كده بصة قوليلي أروبا لا ما كنتش أظن الصراحة خالص خالص انت دخل أبت ذاكري وأنا ان شاء الله يعني تمام أنا كنت قلت أول إدارة يعني كده يعني طموحاتي يعني بس يعني ما شاء الله الطموحات وصلت علي الحمد لله دقرم البنت نزال ومتقولش ما شاء الله الله أكبر الله أكبر بقى أنا وأنا في الفصل كده فخرجت أسلم على المدام إيمان ومن فبقولها تطلعي أيمان أنت لها طلعي الدكتورة بمنتهى ما شاء الله الثبات والثقة عايزة طلعي الدكتورة فعلا ليه؟ شمعنا الدكتورة ليه مش مش باش مهندسة مسيح لأ أنا بحب طب بحب بالذات جلدية انت واخد تخصص يعني رسمة عليك ليه؟ ايه اللي جذبك يعني لدي داي دكتور هاني الناصر دكتور هاني خد بالك بقى من منا لأنه إحنا ربنا يديله الصح يا رب دكتور هاني الناصر والله يا الله سنحبه قوي قوي يعني ففي يوم من الأيام يا رعاك يبقى إيه بالخبرة ياخدك عنده في العياد ياخدني بكرة بكرة ساعة ستة والله العظيم ورحمة بابا أنا معرفة ونبي هو أكلمك والله يكلم قالك أنا عايزك بكرة إن شاء الله في العياد جنة دكتور هاني والله عظيمتي والله العظيم يبارك له ربنا يبارك له أنا عايز بقى أعرف مين بيقول إيه؟ مين بتقوله أو لا؟ السماعة كانت برا حضر السماعة عصد عندي مشكلة في السماعات كلها دايما تطلع أنا بقى عندي سؤال أنتو لما القصة بدأت تتعارفوا حاجات زي كده كان فيه أي توقع احنا بنتكلم مع بعض بقى مشانو عنده وزع عنده مدام إيمان منا جو المرامج ده أنا مليش فيه احنا بنتكلم قاعدين احنا عندكم في البيت مشانتو اللي في اللي عند احنا اللي ضيوفكم مشانتو اللي ضيوفكم كنتو متخيلين أو متصورين إنه هيحصل توجيه مباشر من الرئيس لا بصراحة لا مش في العلبات عملت مداخلة مع قنامد في التلفزيون من القناوات اه وخلاص يعني بعد المداخلة تتوالى الاتصالات وأول استجابة لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بجد الحمد لله الحمد لله لأنه هو تبنى من الحمد لله وسيدة انتصار السيسي كلمتك منه ازاي يعني إيه اللي حصل بجد يعني كانت مفاجأة يعني هو رقم أواصم الشرقم كمان يعني هو حدرن قالوا منا جاهت مع حضرتك لاحظة بص هنحولك مدام منا معاكي زاكيا منا عمل إيه أنا عرفتها بقى ودام انتصار بجد بجد يعني شكرا للكلام كله اللي قالته بجد كان يعني وديني دافع قوي إن أنا أكمل قالتلي كيه قالتلي إحنا معاكي ودعمينك وبجد مصر كلها بتحبك وإحنا بنحبك إحنا معاكي إحنا دعمينك كلامها كان محفز قوي يعني أم بجد أم بتتكلم طبعا طبعا بجد أنا بشكرها على كل كلمة قالتها يعني هي أمنا كلنا وكلامها كان دافع قوي يعني هو مديني دافع إن شاء الله أن أكمل وأخدم بلدي في أم الأيام لا ده كمان إيه كان يعني السيدة متصارة كتبت عنك أوه كتبت عني بوست وساعدت بحبيفي مع ابنتي منا طلع عماد الطالبة المتفوقة يعني دلع ما بعد ومس أنت تستاهلي الدلع ده بصراح أنا أشجع كل المتفوقين ببقى فرحان ممكن سألك سؤالة منها أسألنا مكنتش طالبة متفوق بصراحة حاضرة يعني مكنتش خالص وأنا في المدرسة أنا أبعد ما يكون عن التفوق أنا تفوقت في الجامعة بصراحة بس أنا دايما كان بيبقى سؤالي هو المتفوقين بيذاكروا إزاي يعني فيه رشدة كده لا عادي يعني هو وقت المذاكرة مذاكرة وقت التليفون تليفون بس عما حاجة إن إحنا نيجي نذاكر هنحط هدف إن إحنا نذاكر دلوقتي إحنا مش هنمسك تليفون دلوقتي إحنا مش هنلعب دلوقتي مش شرط إن إحنا بقى نذاكر ساعات كتير بقى وليقول بقى زاكر 8 ساعات 10 ساعات لأ ممكن تبقى ساعة في اليوم تفيدنا عن كل الساعات دي يعني مش شرط بقى أنا بقعد أنا بذاكر 8 ساعات في اليوم 8-8 ساعات إنت استفدت منها إيه مش مركز أوه ممكن ما استفدت من 8 ساعات وأنا بحب وقت الفجر بجد أذاكر فيه يعني وقت ببقى مريح لأ أنا بنام بعد الدروس وأصحى بقى أكامل بقى أصحى أعيش أعيش بقى إيه بقى وقت التليفون ده اللي هو بيعمله في إيه وقت التليفون تمان يعني إحنا بنات فيسبوك واتساب وإنستجرام صحابنا يعني دي وضوع كلنا كده نفس أعرف بتحبه في الكلام دا يعني بما في يوم ولادي يعني نفس أعرف بتحبه في الكلام دا نعم عايق تسليم أصلاً بتاع بتشوف صحابنا إيه أبعت لصاحبي أيوة أبعت لصاحبي دلوقتي يعني هيحصل إيه إخوات من قد إيه عندي إبراهيم رايح تاني إعدادي بإذن الله وعندي إن شاء الله وعندي يوسف خمس سنوات يوسف لأ خلمك يوسف دول بيطلوع بقرة دايما عسل عسل ده آخر العنقود الحمد لله ده حبيب أمه طبعاً طبعاً ما شاء الله علي بس هو أنا كتير بقى كان معندي ودتي طبعاً كان بعيد عني بقاله سنتين بس الحمد لله الحمد لله يا حميب يا حميب بعد استجابة السيد الرئيس إن شاء الله إن شاء الله هيتلمي لمي القصفة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى وابرهيم شطور زي ما تشتزي ما شاء الله عليه ما شاء الله الله أكبر دي البكرية اللي رأي يقول لها في حاجات كده جيلك مياه وعاش عليها كيسوز أمين هندي رحمة الله عليه فإن أنا عظيم وكبير كان عنده مصرحية كده يقول له بنتي قلوك دي البكرية البكرية فالبكرية واضحة إنها عاملة زعيمة البيت صح شخصية شخصية ومسيطرة قوية ومفترية منها والنبي وبتقولي كده طب أنا آخر حاجة هقولك بقى علي أنت مستوعبة ومتفهمة إنه إنه الرئيس يوجه بالرعية والسيدة انتصار السيسي تتكلم في التليفون دي مسئولية يعني المسألة مش مجرد له بقى إيه يعني إحنا هنحتفي بالطالبة المتفوقة وهنقبلنا منها ونرعاها وندلع وكل الكلام ده حلو بس دي مسئولية مسئولية جبيرة يعني مامتك أنا ما يتعليك مسئولية وحط فيك ثقة والرئيس حطت فيك ثقة وقرينة الرئيس حط فيك ثقة وكل مصر أعدى مركزة بإذن الله سبحانه وتعالى معاك إيجابيا وربنا يعيبعد عنك العين يعني إن شاء الله إن شاء الله من إن شاء الله لما مامتك بتقول احنا عايزين بعد ثلاث سنين تيجي البرنامج ده وانت من الأوائل أنا قلت إيه الأولى الأولى إن شاء الله لو كان لي عمر اوعي تخزيلي إن شاء الله إن شاء الله ربنا يبارك لك ربنا يا رب يخليها لك ويخلي لك إخواتها يا رب وده زي ما نقول كده يعني بالبلدي عندنا في بلادنا بحق جاه النبي وأهل بيته ونشوف التلاتة أحسن عيال في النهاية بإذن الله عايزة تقولي أي حاجة؟ أو إيه؟ عايزة أشكر ماما طبعا أشكر ماما كانت أب وسند وأم وعيلة طبعا ستة مصرية جدعة وعايزة أشكر سيادة الرئيس طبعا وحرمه بجد شكرا على الدعم وشكرا على كل الكلام ده بجد يعني أنا مش عارف أقول إيه وشكرا لمدرستي وصحابي وأحب أشكر صحابي إسمن قولي أحب أشكر مريم أهاب وأحب أشكر ملك حسين وأشكر أماني عكاشا وأشكر شهد محمد بجد دول أكتر أربعة وقفوا في ظهري ممكن كنت بأحبط كان هم جنبي لا إحنا جنبك إحنا أخواتك إحنا أخواتك إحنا معاك إحنا أصحابك كانوا مش صحاب بس اللي يا صحاب إحنا أصحابه بس لا كانوا يجي بعد معي في البيت البيت إحنا عبر الضغط تمام نت كانوا يجوا إحنا معاك يلا قومي يرينوا علي قومي يلا هتذكري كانوا بجد كانوا دافع ليه قوي صحاب بجد صحاب بجد وبجد أنا بشكر الأربعة دول من كل قلبي مدرستك اسمها مدرستة إيه؟ مدرستة الحمول الرسمية للغات مدرستة الحمول الرسمية للغات بتشكر المدرسة دي؟ بشكر مدرسة جدا هو مدير المدرسة مستر محمد معروف ومس سوريا ومدرسين مدرسة كلهم كلهم يعني بجد كانوا دعمين ليا جدا في وقت أنا كنت مش قادرة أكمل كانوا لأ أنت هتقداري هتكملي والحمد لله عارفة يا منا بعد خمسين سنة أنا أكيد مش موجود إلا بأمر الله لو ملقناش اسمك في كتاب القراءة في المدرسة باعتبارك واحدة من أهم الستات اللي في مصر مش عارف ساعت هنتقابل إزاي بقى أكود أدخل بس أنا بحذرك من دلوقتي لازم اسمك يبقى في كتاب القراءة الروح اللي أنا شايفها دي عايز أشوفها في كتاب القراءة تدرس تدرس وتسلميلي بكرة على دكتور هاني والنبي أولي أمانة أمانة نور فينا مدام إماني ويترح فينا بالبركة ويقدرك ويساعدك وكل مصر معاك بإذن الله ويوفاك وكل الدنيا معاك بأمر الله سبحانه وتعالى نورتوني وشرفتوني وأسعدتوني وأبهدتوني إلا أبقى تقوليش كده إطلاقا دعنا لله كل الشرف نحن يا بختنا نكون نورتوني الله يخليك ربنا يبارك لك يا رب الله يبارك لك كنا عادنا حبة وكنا بعادنا جيبنا عاشا كده هتروحوا جميعا عن الحبولة بايتين بقول الله بإذن الله قاهرة منورة بأهلاء ربنا يبارك لك وكان لقاء بحقيقي أسعد قلبي والله العظيم وأسعد روحي مع منعماد ومدام إيمان عدل والدتها الرائعة العظيمة اللي بخرجاننا بإذن الله تلت والدين وبنت الزعيمة وبإذن الله يبقوا أحسن عيال في الدنيا أشكركم وخلصت الحلقة لحد كده وسوان يكون موجود معنا رجائي رمزي وبرنامجه رقم عشرة أما إحنا لو كنا العمر يتقابلكم بكرا إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامات شكرا